علي اتحاد صانع المحتوى الكوميديا والممثل أهلا وسهلا فيك بشو القصة بزمن الحرب في مطرح للكوميديا بزمن الحرب الكوميديا هي جزء أساسي للترفيح عن نفسنا من خلال الحرب وغير الحرب لأنه أنا بقول أن الكوميديا هي حاجة إنسانية أساسية لحتى تخفف أوجاعنا ومن صلب الأوجاع بتخلق الكوميديا علي أنت ابن الهرمل وسكان الضحية الجنوبية ببيروت وين كنت لما بلشت الحرب؟ أنا بالضاحية جمعتي وشغلي وكل شيء ببيروت ولكن من بس صار فيه تصعيد للقصص أنا قررت أنا وإخوتي للجأ للهرمل حسينا أنه منطقة أبعد تلقائيا ولكن صار فيه كذا ضرب كتير قوية ونحن مجرد ما فلينا من البيت نقصف البيت وحد البيت اضطرينا نلجأ للهرمل وكمان كانوا منك الوضع خطر نقصف البيت وين بالضاحية؟ بالضاحية الجنوبية صح نقصف البيت شو بقى منه؟ ما بقى شوية كركيب شوية صور شوية ذكريات هيك موجودة بالزواية هذا اللي بقى من البيت شو هيك؟ شو شعور الإنسان بس ينقصف بيته وتروح تفاصيله حياته ذكرياته؟ أنا بقول انه نحن هيدا الحجر وكل شيء مادي ما له معنى نحن أصلا كبشر مجموعة ذكريات متنقلة ولكن هيدا الزكريات انه انت انت حاطت بكل زاوية بالبيت حاطت ذكرى لإلك بكل محل في تفصيل جزء منك انت كبني آدم بس اللي بدي يقوله انه الوحشية اللي صارت يعني احنا أنا ما عندي مشكلة لأن أصلا في البيت هي في استراتيجية لعدو غاشم عنده هيدا الرؤية ما عم بيفرق بين الحجر والبشر عم بيشوف كل شيء مباح ومستهدف كل شيء شايف كل الهدف هي عسكرية بالنسبة لأله لا بالنسبة لأله عسكري وين العسكري بالموضوع انت مش عسكري؟ أنا أبدا ما كان في صواريخ تحت البيت؟ بلى في صواريخ تحت البيت صح في صواريخ وفي تياب وفي ذكريات هيدا صواريخ بالنسبة لأله نحنا بده مجتمعاتنا تكون مدمرة نفسيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالنسبة لأله هيدا صواريخ قلت البيت فدى المقاومة؟ أنا منها مش هي منها فدى المقاومة ولا فدى أي حدا هي جزء من هيدا الأرض نحنا صراعنا هو صراع أزلم على هيدا الكيان بغض النظر عن المسهمة من هني وين هني نحنا جزء من المقاومة وجزء من هيدا الشعب الفنان لبنان بعلبكة من كم يوم راح بيته قال البيت مش فدى حدا أنت شو بتقول؟ أنا بيتي مش خبرية فدى حدا ولكن هو جزء من هيدا المعركة البيت عمره ما يرجع في موقف أنا تجاه هيدا العدو بدي أخذه بدي أعرف أنه مش كل شي وجهة نظر شو يعني مش كل شي وجهة نظر؟ لأنه هلأ وجهات النظر عم تتعدد أنه هالخياني هي وجهة نظر أنا بحلل فيها معه ولا ضد ولا لا هل يجوز أنه عدو مثل هيدا العدو ما عم بيفرق بين صغير بين عسكري بين مدني بين مسعف بين صحافي بين هل هيدا اعتبره أنا قادر اتناقش معه على طاولة مش من هلأ من مئة سنة لورا هيدا اللي عنده فلسفة يعني إذن إذن علي العداء لإسرائيل لا يمكن أنه يكون وجهة نظر ولا ممكن واللي ما عنده عداء مع إسرائيل شو من صنفه؟ اللي ما عنده عداء فيه في مشكلة بدك تعيد تعيد عيد سياق حياتك لأنه أنا فيي يكون ببيتي الواحد اتناقش بالسياسة بوجهات النظر بالطريقة فيه فيه لون بيتي بالبدية أنا وخيي فيه ما بعرف غير ديكور غير لمبة بس حدا عم يسعف عم يطبق البيت علي هل يجوز أني اتناقش معه؟ هو عنده عنده إلغاء للآخر أنت وجودك ككيين وبغض نظر عن انتمائك السياسي والديني والأيديولوجي وكل شيء فيه حدا مش قادر تتعطى معه تختلف مع حزب الله بانتمائك الديني والسياسي والأيديولوجي طبعا أنا بالعقيدة أختلف وبالسياسي أختلف وعندي وجهة نظري وتحربت كذا مرة من خلال وجهات نظري من خلال السياسي ولكن السياسي بقبر بعض أنا وخيي بالبيت من فزر بعضنا هاي الحياة فيها عدة وجهات نظر ولكن حياتها ما كانت العميلة وجهة نظر ما فينا ما فينا نروح بهيدا المنحة العدو هو عدو بالبيت نصطفل هيدا المعركة الاستباقية أنا رح أرجع وإن شاء الله باستخلص الحرب هأرجع لمعركتي السياسية مع حزب الله ومع بيئة المقاومة عادي لأنه أنا عندي وجهة نظر اختلاف أنه أنا عقائديا مني معه شو وجهة نظرك؟ لأنه ما بتحتكر المقاومة على بيئة معينة أنه أنا لازم أكون شيعي أو سنة أو إلى آخرية لحتى أكون عداوي مع هذا العدو لا أنا عندي الحرية أني قاوم بشتة الوسائل عسكريا وصقفيا واجتماعيا وما أكون منتمي لحيد البيئة يعني مش ضروري أن أكون بخط الأيديولوجي مع هذا الخط في يكون أنا أنا أنت عندك علاء عداء مع كل البيئة؟ مش عداء عداء سياسي يعني أنا أنا بشوف اليوم اللي بيسمعك اليوم اللي بيسمعك بيصنفك أنه أنت مع المقاومة أنت مع حزب الله اليوم بالمعركة طبعا ابن الهرماسي كان الضحي زائد اللي عم تحكيه تمسكك بالأرض طبعا رأيك بالعدو الإسرائيلي هذا كنت أدي وصله فمين عمل هل أنت عندك عداء مع حزب الله أو هو عنده عداء مع مش عداء هو الخبرية اه مية بالمية بس هني في فترة من الفترات أنه حدا عنده اختلاف معك بالرأي يعني هو ضدك وهذه المشكلة أنه أنا يعني إذا أنا مني معك بالسياسي يعني ضدك بفكرة المقاومة يعني أنا يا على الآخر معك على الآخر ضدك شو صار معك يعني شو هو الاختلاف السياسي أنا صار فيه صار فيه كلمة لسمحت السيد حسن نصر الله أنا حكيت وجهة نظري من خلال السياسي أنه فيه كم نقطة حكى فيها أنت قل له هايدي هايدي ايديولوجية إيرانية فيه 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 حكي بعيدا عن 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 الوطن اللبنان نحن غن بيضل عندنا ولاء لمحل تاني صار فيه حملة بعد سبعة أكتوبر يعني بعد بعد سبعة أكتوبر صار فيه حملة علي أنه لا وانت ما فيك تحكي هايك وخياني وإلى آخر وأنا بحترم كل حدا بقول عنده وجهة نظر ونحن بالبلد من ضلنا بدنا نحترم وجهة نظر بعضنا بدنا نحلل لنوصل لبلد مثل الخلق ولكن صراعي مع إسرائيل هو صراع أزلة لناس بيعتقدوا أنه هني عم يلغوا عم يلغوا الآخر من مئة سنة إلى هلأ عم يبنوا كيان على حساب على حساب بلدنا وعلى حساب ذكرياتنا وعلى حساب أهلنا ومستقبلنا ولكن أنه أنت ما فيك ما فيك تكون على حياد مع هذا الآخر اللي بيموا اعتقداته وعم يلغيك يعني شفنا كتير فيديوهات أخيرة عم بيعلموا أولادهم أنه هذا بلد لبنان واحد اثنين ثلاث أنت على أي أساس بدك تكون على وفاق مع هذا العدو عملت فيديو لأفخاي أدرعي ببداية الحرب هددته قلت له إذا ضربته بعلبك نضرب كريات شمونة رد عليك رد علي شو الجدوى أنه نحن نخاطب حدا يعني المتحدث باسم جيش الاحتلالي الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي شغلته يضعفنا شغلته يستفزنا شغلته يحطم من عزيمنا وشغلته يجرنا نحكي معه وعم نعطي لبدوية شو الهدف هلأ مؤخرا صار جرجر أنه نحكي معه ولكن كان ببداية الحرب نحن كهو شغله أعلامي يطلع يجمع قوى ويحرد نحن شغلتنا كأعلمينين أو مؤثرين اجتماعيين الرد ولكن بالطريقة اللي نحن بنعرف فيها من خلال القومي دي بس عم ترده عليه ورجع هو رد عليك صح صح طيب عم بعمل حوار أنا مع متحدث باسم عدو ليه كل شي لازم نشوف إيجابياته قد فينا نأثر أنه نحن عم نقول لك أنه نحن كمان متمسكين بأرضنا موجودين وحاضرين وقدرين نضحي لأنه هيدا بلدنا كمان مثل ما أنت بتحس أنه أنت في بلد غاصب عم تتبنى أنه لألك وعم تخاطب منه نحن كمان عم نخاطب من بلد ربينا فيه وأجدد أجددنا فيه طيب بس بدي أقول لك أنا أنه أنا لما أشوف فيديوهاتك كتير بتحكي يعني أنت حدا كتير مهضوم شكرا وأنا كتير بحبك من زمان بس بحب بتعامله كمان بس بموضوع هيدا الخطاب مع العدو الإسرائيلي والخاخة كل الوقت يعني فيها شي طب لما نضحك نحنا هيدا شو تقليل من قيمة يعني من أوتو كسر هلأ هي هي في كذا إطار لسبب أنا بقول الكوميدي بيوصل أسرع يمكن ما يوصل وبالنهاية نحنا كمؤسرين كأعلميين نشتغل على خبرية التريند كمان بالنهاية لا يوصل لأكتر عدد ممكن والكوميدي بيوصل سريعا يعني حتى لو بالكوميدي بس فيه رسالة مبطنة يعني فيه ناس زيادة الرحبان يضل يضحقنا 40-50 سنة عبالنسبة لأبو كرشو ومسرحيات كلها كوميدي ولكن كان كان مؤثر جدا نضحك عحالنا كمان يعني نضحك ومنبكي عحال للأسف أنه كمان أنا أنا عم بحكي ولكن ما نوصل لمحال نحكي عبري أنا أنا اللي مرأ كله معي مستحيل أنا إذا اختلفت معه بالسياسة لأبن بلدي كون 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 أقبل أنه العدو يضربه قد ما أختلف معه يعني أنا قد ما أختلف معه معه بشو بتحس علي لما اليوم عم نشوف ناس عم بتقول برافو يعني يدمرون العدو الإسرائيلي هاي دي مش كربك تراجع حالك تراجع سقافتك تراجع تربيتك تراجع خلفيتك أنت أنت تطلع هو الموقف قبل ما نكون بغض النظر برجع بقول عن دينك وسياستك وموقعك الاجتماعي رجع لإنسانيتك بس تخلق هاك طفل ولا شي أنت الأساس هو الإنسانية طيب خيمة مش عم نحكي سياسة ولا أيديولوجيا ولا شي طلع لمحى شعب هلأ غزت وبادع الآخر هل عنده تفكير واحد بالمئة أنه يمحي شعب آخر وعم بصير وعم بصير في إبادة ومجازر بجنوب يعني بجنوب وبقاع وبعلبك يعني بالأسف كمان يعني بنا نضو أنه يضو على منطقة بعلبك اللي هرم للوضع عن مزر أنت ككوميدي عم تضو بطريقتك يعني كأبن هالمنطقة على معاناة أكيد طب شبت على طريقة علي اتحاد كيف ممكن يوم تتوجه رسالة للعدو يا أخوات المنيوخخ عفوخ على هالخلام ولكن بدنا نح هالخرب خربنا لم موت وحنظلنا فيخ سمخني منيخ لخلي العدو نخنا أو لا أخد شعلو كتير قوي إيه لا قوي أنت اليوم علي نزح من بيتك لتدمر بالنحة الجنوبية ساكن بمنطقة مسيحية أكيد آمنة أكيد آمنة شوان بدنا الروح برجع بقول ما قلنا غير بعض حلو هالكلام أما بحب التصناف والتسميات أنا رحت عتعم بتعم أهل خطيبتي لهني لهني مسيحية كيف عائلة خطيبتك استقبرت عائلتك الشيعية مثلا بكل رحابة صدر بالعكس يعني هني أهل برجع بقولك نحنا بالبيت الواحد منختلف حدا بيأكل هاي الأكل حدا ما بيأكل حدا عنده هاي الممارسة هالرياضة حدا التاني لا حتى بالبيت الواحد نحنا بنختلف بالسياسي كتير ونفس الشيء الليبلاني نحنا كلنا ببيت واحد بغض النظر التقوص الدينية هي تقوص على مر الأزمان تغيرت ولكن المنطق واحد والإنسانية واحدة قد ما يختلف أنا أقول علما أنه علي عائلتك ملتزم الدينية علم وعائلتها ملتزم الدينية يعني الحب عابر للاختلافات الدينية لأنه من هذا المنطلق بقول أنه الإنسانية ما عندها حداود والإنسان الحر ما بيرتبط بحداود لأنه هاي ده حداود خلق البشر ولكن اللي إلاه بتضلع بتضلع عند بعض شو حلوة لهجتك حداود كيف رح تتزوجه مادنة ليه يعني هيك ليه هلا هي من الراعي الراعي باكتراعي عادات وتقاليد كمان المجتمع باكتراعي ميلة الأهل من هاي المالي ومن هاي المالي وبالنسبة للأولاد بعدين هني بيطلعوا بيشوفوا والدين معاملة هاي دي هاي دي التقوص ما كتير عم يشوف معممين عم بيحرضوا على الظلم ضد ضد مظلومين فمش اكتير رح تتزوجوا بعد الحرب كتير إن شاء الله يعني يمكن بالحرب هو جزء من معركتنا هي الزواج وهي حياتنا حب الحياة المجتمعية ايه نحنا نحنا جزء من المعركة منا 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 بعاد في حب زمن الحرب أكيد الحب ومن كان لو ما في حب ما في حياة نحنا مقامنين بالحب ومقامنين بالحياة كل ما لها كان كفيين لو ما ها كان خلص يجي العدو ياخدنا وياخد الأرض اللي عيشنا فيها وحبينا فيها أصلا علي على الرغم من أنك خسرت بيتك واتضررت ومثلك مثل أي لبناني كمان زيادة عم بعيش الخوف والرعب والترقب أنت نازح كمان نزلت على الأرض ساعدت وين كانت لما أصفت إسرائيل أول مرة نقطة البصنع أنا من أول من العرب قدى 35 يوم نحنا على الأرض أنا من أول نهار نحنا شوية أصدقاء يعني شوية كمان يقوم في الوانسر وناشطين على السوشيال ميديا قررنا هيك نعمل مبادرات فردية يعني أول شيء أول ما بلشت أزمة النزوح ضغري سريعا نزلنا أخذنا شو مستلزمات ماء أكل شرب شو قادرين نعمل للنزحين بعدين اتطورت يعني صارت بس يفوتوا على المدارس ويلجأوا صار بدهم مستلزمات تانية طبعا فرشوا إلى آخرية فللأسف محتكرين الحرب كتروا صار يبيعوا الفرش تجار الأزمات 100% صار صارت الفرشة تنباع بسعر خيالة خيالة فقررنا أنه نطلع على سوريا نجيب باعها بسعر أرخص ونعطيها مجانا للناس طلعت 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 على حلب ظلت يومين على الطريق لأنه كان المشوار كثير بعيد طلعنا بالمجي على طريق المصنع نحن وجايين ضربوا المصنع يعني هنبدا نقطع شحنة الفرشات لحتى نفوتها على داخل داخل الحدود السورية صح وقطعين وضربوا المصنع طرينا نبرم ونرجع على الشمال على منطقة العريضة لننزل من طرابلس ونوزعهم بعدكن اليوم كتار عم بتساعدون ايه فيه فيه شباب هلا أنا أنا عمكون أنا وكم كم شخص وفيه الشباب كمان يرفعتنا عم بيكونوا بمنطقة الأونسكو شباب كتار وعم يشتغلوا بكل حب بكل شغف عم نشوفهم على كل حال المؤثرين وتحية لكل المؤثرين والمؤثرات لكننا قبل نقول هيدول اللي عم يستفيدوا من السوشيال ميديا عم نشوفهم على الأرض استفادتهم كل الشخصية تركوها ليخدموا المجتمع لا يستفيدوا لحتى يقدموا للناس بغض النظر عن الدعايات والقصص اللي احنا منظر نقول ما يصور وما يعملوا بيصير فيه فيه كتير قصص مع التصوير انت أنا ماني مع التصوير لأنه هيدا اللي نازح من بيته تارك بيته وأهله وتارك تارك كل شي مش ناطر نعمل دعاية على حساب دم إذا ما صورته بس مش لازم تصور شو عم بتقدم المساعدات مع و لكن بيضل انه 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 نظلنا ما نصور الناس ما نصور نصور شو عملنا يضل كل شي دقيق كل شي موسق كل شي للناس كمان للأمانة لأنه في ناس عم توسق فيهم صح صح إيجاك اتصال من ليلتان كان مؤثر جدا خبرني عنه اي صراحة اللي صار انه من منطقة برج البراجنة نس كان كان الوضع كتير سيء بدهم حليب ومي يعني أنا انه ولو ما في مي كتير كتير مراكزي اواء عم تطلب مي انا قلت له انه مش مش قادر يعني ما معي شي حاليا طريت روح اشتري واطلع بالليل صارت قللي قبل ما يبعطوا الخريطة في خريطة للضرب وهونيك محصورة وإليهم ضرب نزلنا الوضع مأساوي حتى الريحة يعني مش مش قادر واحد كيف قاعدين قالت لي انه طيب يوام ام من روح اذا ما عنا محل تاني يوام من روح فمش صعب ايه صعب كتير صعب كتير واحد يترك بيته يعني مش عقيمته المادية بس اذا ما عنده ملجأ تاني يوام بيروح اخر هاللقاء علي ابن بعلبك بعلبك في علاية تعتيم اعلامي للأسف ما بعرف ليه يعني دايما نسأل ليه بديقول للأسف بس كان بده نسكوب على تجارة المخدرات وعلى اي شي خارج عن القانون يتوجهوا كل كاميرات نعى بعلبك وترمى بعلبك قدمت ضحايا في ده الوطن قدمت شهداء عم تقدم دم عم تقدم كل شي فيها تملكه بديقول انه نحن معروفين بالكرم وبكرم الدم معروفين هيدا الوطن لنا كمان نحن جزء كبير كتير كبير منه بديقولكم كماني لللبنانية تكمشوا ببعض مش بخواني بعض بس شكرا لألك كتير حلوة هيدا الرسالة اللي قلت وكتير حلوة هيدا الجملة تكمشوا ببعض مش بخواني بعض لانه اللي عم بصير فعلا بيخوف خايفين من حرب أهلية هيدا الأصعب فلا بحس اللبنانية أوعة كمان يعني الحمد لله انه جيلنا عم يتطور فكريا ويبرهن ويتأكد انه ما قالك غير خيك اللي اكتشفته اللي سندك ببلدك بغض النظر على أجندات البرانية اللي اكتشفناه انه المسيحي ما قاله غير المسلم والشيعي ما قاله غير السنة والسنة ما قاله غير الشيعي والدرزي ما قاله تكمشوا هالقد ببعض لانه هيدا عم نشوف هيدا علي اتحاد عم بقلكم ليه اسمك علي اتحاد بي اسمه اتحاد في كتير علي بالعائلة كلهم علي على كل حال الليل استضفتك بشو القصة بزمن الحرب ان شاء الله قريبا جدا تخلص الحرب يا رب واستضيفك علي اتحاد بزمن السلم ونضحك ونفرح ونوصل الرسائل على طريقتك شكرا كتير لك هيدا كان علي اتحاد وبهيد الجملة تمسك وبعض ما تتمسك وباخواني بعض بدي اختم لانه بعد هالكلام ما كي كلام سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة